اشتركوا في القناة ولينا عليكم ان تتعاونوا معنا ايها الحكومات الغربية حتى نساعد في تغيير الاسلام نفسه فهو الرجل الان يصرح لهذا الشخص ما لم يصرحه لغيره انه يجد مشكلة في الاسلام نفسه فالرجل قد نظر نفسه من اجل ان يغير الدين وعياذ بالله حتى يخلص الدين يخلص المسلمين من الاعتداد بدينهم من الثقة بعقيدتهم من التبسك بهذا المنهج وشايف حالة اقول لكم رجل رجل ليس طبيعيا رجل يعني اكتنفه جنود العظمة فظن انه سيفعل ما لم يفعله الاوائل لم يفكر احد ابدا ان يغير الاسلام نفسه يمكنك ان تفسد الناس اخلاقيا او تقمعهم او تسجنهم او تقتل العلماء او تطردهم لكنك ليس من الواقع ان تغير الاسلام نفسه ما تستطيع يعني مهما بدلت جهدا لن تستطيع ان تغير الاسلام نفسه الفاربعمائة سنة جربها غيرك وجربها اخرون حتى في بداية الاسلام ولم يستطيعوا فهذا الذي نقله يدل على دلالتان الدلالة الاولى الدلالة الاولى ان محمد بن سلمان مجرم يعادي الاسلام نفسه يعادي الاسلام نفسه وليس ما يقابل التطرف والتشدد وانه قد حمل هذا الموضوع قد حمل هذا الموضوع فعلا كرسالة وكمشروع وكقضية له يتبنى والموضوع الثالي الذي يدل عليه ان محمد بن سلمان احمق يظن انه يستطيع ان ينفذ شيئا غير واقعي لا يمكن تنفيذه